ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع مدير عام مديرية المخة باسم الزريقي ناقش أداء فروع المكاتب التنفيذية وبذل مزيد من الجهود للارتقاء بالأوضاع وتثبيت الأمن وإحالة المعتدين على أراضي عقارات الدولة للقضاء شدد المحافظ شمسان على إيقاف الاعتداءات والسطو على أراضي عقارات الدولة ورفع قائمة بالمعتدين وضرورة العمل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص والسجيل العقاري وعدم منح أي تراخيص مخالفة للبناء في أراضي وممتلكات الدولة وسيتحمل المسؤولية فرع المكاتب المختصة موجها بإنشاء إدارة موحدة للسجيل العقاري بالمخة كنافذة لإنجاز المعاملات والتراخيص المتعلقة بأراضي وممتلكات الدولة في مديرية الساحل واتخاذ الإجراءات القانونية بالموظفين المتورطين بمنح تراخيص مخالفة سواء بفرع الأشغال العامة والسجيل العقاري والهيئة العامة للأراضي والمساحة وإحالة عشر منهم إلى نيابة الأموال العامة بالفعل